عنا طريقة تاني في عنا اشي يسمى موتور في الاندكشن موتور في اشي يسمى موتور نفس المحرك بيكون في موتور بس في موتور بيكون عندي مثلا 16 و 4 موتور أو 24 و 6 موتور هلا لاحظوا احنا لما ما نغير البول ايش بتغير العين سينكرونس فيد فاذا تتذكروا السينكرونس في موتور أو حتى في سينكرونس موتور عند مية وعشرين ففي اف على بي و بي عدد البول مش عدد فلو كان عندي اف بيساوي خمسين هيرتز طلعا شو بيصير عندي؟ بيصير عندي بالحالة هاي هذا المحرك نفسه بطلع منه 6 اسلاك 6 اسلاك من الهاي سبيد ويندي بنظر المظل بهذا الرمز من واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة حلا لديد داخل هاي خلا نسميها و هادي حلا هاي مثلا بتكون بنفس المحرك نسخونسات اتعشرة طبعا هدول السعر هم اغلى من حركات شرعه طبعا بس يستخدم تطبيقات فصار عندي هلا ان اس هاي بدها تساوي مئة وعشرين في خمسين على اربع اللي بتطلع معنا آآ الف وخمسمائة ار بي ام هاي وعندي ان اس لو بتصير مئة وعشرين في خمسين على ستاش ستاش هي اربع اضعاف من الاربعات ان هاي تكون السرعة ربع من الاربع اضعاف ربع صار اذا ان هذا المحرك انا بدون ما استعمل كاني اشربها سرعتين وفي الو هلا اظن انه تبعي بيكون اضعف رح يصن في تبعي يعني ما اظن رح يكون طبعا حسب التصميم بس اللي اللي باعتقده وبتذكره رح يكون اضعف باللو سبيد ما عندي فصفة هذا السيكرونس سبيد هون الف وخمسمائة والسيكرونس سبيد هون تلتمية وخمسة وسبعين الف وخمسمائة اربع هلا لاحظ هون هاد لو كملت هيك شو لعدة لو كملت هيك شو لعدة لو كملت هيك جينيريتر ازا مشي على سرعة اعلى من السيكرونس سبيد تبعته بتحول للعفوة ازا مشي على سرعة اعلى من السيكرونس سبيد تبعته بتحول لاندكشن جينيريتر فمثلا لو كان هادا السيستم شغال على السرعة العالية الاربع بولز وفجأة رح تعملت من الهاي سبيد ويندين لاللاو سبيد ويندين وكان فرضا هو هون شغال وانا منقلت لهاي هاي سبيد وانا قد حول لجينيريتر ازا صار جينيريتر شو رح يصير عليه رح يصير كأنه عليه لانه عم ما لو يحول زا بدني مطاقة رح تتحرك هاي من هون لحد ما توح على اللوذي الجديد اللي على السرعة العالية بصير عليه بطبيعته الكل فاهم في كنت اللي بريكين هون جينيريتر بريكين اي اندكشن موتر لو طلعت على هذا سبيد تبعه هاي سنكرونس سبيد لو انا رفعت سرعته بسبب معين رفعت سرعته فوق السنكرونس سبيد رح تحول لجينيريتر والجينيريتر هون رح يصير عليه فرح ترجع سرعته من هون بشكل طب هاي رح ارجع يدي من هون ارجع على النقطة هاي من هون هادي في بعض تطبيبات هلا هون المشكلة طبعا هدا بتكلفة اعلى الكمليكيشن طبعا في الويندينج لانه ها عندي هون وما حصلت غير مش عدد هائل من لكن في بعض التطبيقات احيانا بيستعملوها اذا عندي مثلا سرعتين محددتين اللي بس سرعة منخفضة وسرعة عالية ممكن استخدم هذا عندي هون هدول بنسميهم ممكن تشتريهم لكن اصعب صار الان انك تشتريهم وتلاقيهم نعم بتحول لجينيريتر بشكل طبيعي اه اه ممكن ممكن يعني انت بتتذكر حكيتلكم المثال لو عندك انت وينتر واين او او عند المكان مثلا مي او عندك هونتر بينات مي وعمالها بتلف تعطيك مي تعطيك يعني طاقة وهدول هاي هيك مثلا انا نعراسمهم طبعا نرسم عجيب بس يعني نفترض من هدول هم هيك وفي مي نازل عندي هون بتكتستفيد انت من الطاقة هان انت موجود في المنطقة بنائية بس واصلتك الكهرباء واصلتك الكهرباء موجود بس هاي ما بتكفيك انك تضلك شغال عليها هي ما بكفي فانت ميكانك اذا تشبك هذا يمكن بديك بتعمل اه للسرعة بتعمل بتعمل وهذا بتشبكه على او راح اتصار يستخدم كمان هدول هدول جايين من 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 شركة كهرباء وهذا مش هلا اذا بديت تشغل هلا في كهرباء جاي وانا بستهلكها في العمارة تبعتي او في القرية لكن في اللحظات معي شد عندي المي بدت هاي تتحرك شو عملت في هذا المحرك رفعت سرعة تفوق لو هاي مفصولة لو هون في شي لو فرضنا فصلت هاي وهذا محرك وحاطت انا عليه ثري فيز ايش همشتلت كم حرك قديش هتكون سبيد تبعته اقل من تورك خفيف اللي عليه مش حاطت انا عليه تورك كثير تورك خفيف هلا في اللحظة من اللحزات بده هذا يشبك نصبوط وشبكته منهم بده يحط تورك على المحرك بنفس الاتجاه اللي عمال بلوفيه بنفس الاتجاه بده يرفع سرعته صارت الف واربعمية وواحد تسعين الف واربعمية وخمسة وتسعين الف واربعمية وخمسمية الف وخمسمية وثلاثة الف وخمسمية وخمسة شو طلعك طلعك هلا الرياكتف باور راح يضل ياخد رياكتف باور بس راح يزير يعطيني الان من هون هلا البي هاي بإمكانك انك تافدها انت تستفيد منها في القرية او بإمكانك انك تترجع منها من هون بس بتكون عندك عداد اذا ما عندك عداد ما راح تحسبك شركة الكهربة يعني في عدادات ما بتعطي العادة تنطور بالعكس اوكي يعني شركة الكهربة ما راح يخلص راح يلالعداد يرفض انه يرجع الجوء بس اذا انت اكيد عندك اشي شيء عم تستعبع فيها الكهربة في المكان هون بسير تستخدمها فبيخفف استهداكك من الكهربة يعني لو عدادك هون جاي اي ميتر تبعا تقدر تقدر تتحكر فيه بها انه ما يرجع لا هو معمول مصمم انه ما يرجع في عداد خاص لازم تعطيك يا شركة الكهربة انه يعد بالامام والخلق بس انت استهلاف طول الوقت فلازم تستهلك جزء من هاد هلا لو هادا جيت حطيت عليه ميتر وايس سرعته راح تراقي سرعته هون اذا تكون فيه وما فيش سرعة محددة قد ما تشد من هون اكتر بقدر يعطيني اكتر يعني ممكن توصل 1650 له اسمه اسمه هو مش بس اسنكرونس موتر هو كمان اسنكرونس فهو ايه السرعة السرعة اللي بديها بمشي عليها وهذا مناسب جدا لهذا التطبيق لكن لو كنت انا في مكان لائي وما عندي بدي سنكرونس بدي كم في علي اياه كارمانت مايناتسي انا بدي اعملو وقت هالسرعة تبعده بدي امشي على السرعة السنكرونس الصيح تحطين لفريكونس الصيحة دكترون استخدموا يعني بتخلو فتاقيدات زي حتى في الوينتر وفي الوينتر طاني انه ارخص بيكون يعني ارخص من يستخدمه السنكرونس جنريتر هو انت عادة ما تستخدم سنكرونس جنريتر انت احسن لك تمشي على الفريكونس اللي ماشي عليها في الشبكة الوطنية مزبوط ليش انت تصير تحاول تضبط الفريكونس تبعتها كل هذا